السلام عليكم ورحمة الله في هذا الفيديو سأتحدث عن أهم عشر روايات فكرية وفلسفية يمكنكم اقتناؤها من معرض الكتاب أو من المكاتب الرواية الأولى هي رواية رسائل من تحت الأرض لفيودور ديستايفسكي تكلم في هذه الرواية عن الحقد والاستياء والغيرة التي نشعر بها إذا الآخرين وعن الدوافع التي تلزنا لتلك المشاعر يعني دوافع اجتماعية تاريخية ونفسية وكذلك تكلم عن الشماعات التي نختارعها لنبرر سلوكنا البغيض تكلم عن اللذة في المعاناة واللذة في مصارعة الأمور التي لا نستطيع أن نهزمها الرواية الثانية هي رواية موبيديك في هذه الرواية تكلم الراوي عن معنى السعي وراء الهدف بأي ثمن تناولت موضوع الانتقام بشكل مفصل عمل الراوي على وضع جانب علمي يعني موسع في الرواية حيث تكلم عن الحيتان وتكلم عن البحر وعن تفاصيل كثيرة جدا بطريقة علمية كذلك تحدث عن جزاء من لا يضع حدود لغاياته وكذا ربط رحلته ومغامرته هذه مع بعض الأساطير ومع بعض الاستدلالات الدينية الرواية الثالثة هي رواية رحلة في أقاس الليل اعتمد سيلين عن أسلوب السخرية السوداء ملأ نصوصه بالكراهية والذم دون استعمال لغة الخشب هذا الأسلوب الذي أصبح نادرا جدا بل وممنوعا أيضا في عالم الأدب كذلك وصف كيف يمكن استغلال المواطن البسيط في خدمة السلطة وكذا يعطينا لمحة بأن الحب يمكن أن يغير نفسية الكاره والحاقد على الناس وعلى المحيط وعلى كل شيء الرواية الرابعة هي البحث عن الزمن المفؤول لمارسل بروست هذه الرواية من أنجح الروايات في السيرة الذاتية سهمت في صناعة طيار الوعي في السرد الأدبي تحدث فيها عن معرفة الذات باستعمال الذاكرة كذلك تحدث فيها عن تداخل الذات مع الأزمينة الرواية الخامسة هي رواية الأحمر والأسود لستاندال تحدث فيها عن طموح الرجل البسيط في بلوغ المناصب العليا حتى وإن لم يكن من الطبقة الأرستقراطية أو النبيلة تحدث عن فن السلطة وعن فن السيطرة عن الآخر باستعمال الحيل يعني تحدث أيضا عن البراجماتية ومحاولة الوصول إلى غاياتنا دون الاعتماد عن الوسائل الخلقية تحدث أيضا عن مفهوم الميريتقراطية أي مفهوم حكم الأكثر حقية وطرحة إشكالية عن ما إذا كانت الميريتقراطية قابلة للتطبيق أو ستبقى مجرد حلم طباوي الرواية السادسة هي رواية هكذا تكلمها زرادش تحدث فيها عن فكرة الإنسان الأعلى الذي يتجاوز الحقدة والاستياء والانتقام تحدث عن فكرة العود الأبدي تحدث عن تجاوز الخير والشرل من أجل فهم الواقع بطريقة صحيحة الرواية السادسة هي رواية الغريب هذه الرواية استعمل فيها ألبر كامي أسلوب التشويق غير المباشر يعني عندما تقرأ هذه الرواية تنتظر أن يحدث شيء ما استعمل في هذه الرواية التجسيد الكامل لفلسفته العباتية وتساوي الأمور عنده كذلك يتكلم في هذه الرواية عن قبول الحياة وقبول الموت بنفس المشاعر قبول أحزان وقبول أفراح بنفس المشاعر أي على الإنسان أن لا يتأثر كثيراً وأن لا يعطي لأي شيء أكثر من حجمه حتى لو كان خيراً وحتى لو كان شراً الرواية السابعة هي رواية المحاكمة لفرانس كافكا تتحدث هذه الرواية عن الظلم والسلطوية والتجبر تحدث أيضاً عن معضلة تحقيق العدل عندما تغيب السببية أو عندما يغيب سبب التهمة كذلك يتكلم عن أن الظلم قد يجعل الإنسان شريراً رواية منا هي رواية نادي القتال تتحدث عن شخص مصاب باضطرابات شخصية عميقة وكذا مصاب بالأرق كذلك مصاب بالتوهم وكذا لديه طموح ليثير الانتباه الآخرين ولكي يصل إلى القواء المطلقة انتقد فيها الراوي عصر الاستهلاك الذي نعيشه بشكل عام يعني رأسمالية وكذا دعا إلى التعبير بالعنف كوسيلة لإيصال الفكرة الرواية الأخيرة هي رواية زوربا اليوناني هذه الرواية تتحدث بعمق عن الصداقة لدينا صديقين الأول يمثل واقعية التجارب والثاني يؤكد عن واقعية العلوم والأمور المثبتة في هذه الرواية حوارات فلسفية عميقة جدا بين الطيارين تجعل القارئ يضع نفسه في أحد طرفي الحوار إذن هذه هي الرواية التي أنصحوا بها القراء الذين يميلون للفكر والفلسفة ونلتقي في الفيديو القادم إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته